حدثنا عن محتويات هذه القافلة الذاهبة إلى غزة وما هو خط سيرها طبعا السلام عليكم وعليكم شكرا لكم وقناتكم الكريمة نعم شكرا لكم وقناتكم الكريمة نعم شكرا لكم وقناتكم الكريمة بإنتاحة الفرصة لنا بالحديث عن قافلة المساعدات التي تم إرسالها من قبل الهلال الأحمر العراقي هذا اليوم هذه القافلة انطلقت حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعر السوداني بقرار مجلس الوزراء 23.612 لسنة 23 شملت هذه القافلة عبارة عن 35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية عبارة عن 360 طن من المواد الغذائية و80 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية جزء من المواد الغذائية هو عبارة عن 60 طن مهدات من العتبة الحسينية المقدسة في كربلا هذه المساعدات 35 شاحنة انطلقت اليوم من بغداد عبر الطريق البري إلى ميناء العقبة في الأردن ومنه عبر العبارات إلى ميناء ينبع في مصر ومن ثم سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح إلى الهلال الأحمر الفلسطيني حيث سيتم توزيعها إلى مواطني وأبناء شعب غزة يعني العراق لا علاقة له باستحصال موافقات الدخول القافلة إلى الأراضي المحتلة باعتبار أن هناك وساطة لإدخالها الجانب المصري هو الذي سيتكفل بالمهمة صحيح؟ صحيح التنسيق الإرسال المساعدات هي مع الهلال الأحمر المصري جميل ماذا عن الأطراف المساهمة بهذه الحملة؟ نحن نعرف بمساعدتكم أنتم في الهلال الأحمر المشكورين وأيضا بمساهمة من الدولة العراقية هل هناك مساعدات فلنقل مدنية يعني مساهمات مدنية أخرى تضاف إلى مساهماتكم ومساعدتكم؟ أكيد الهلال الأحمر العراقي من ضمن المساعدات المرسلة هي عبارة عن مواد أيضا مهدات من قبل جهات أخرى مدنية إلى الهلال الأحمر العراقي وإرسالها إلى غزة منظمة من هذه الجهات هي العتبة الحسينية المقدسة في كربلا جميل جميل شكرا جزيلا إليك مدير الصحة في جماعة الهلال الأحمر العراقي دكتور علي مجيد ترجمة نانسي قنقر